السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم من كم ساعة في تقرير كتب واحد من السياسيين الأمريكيين كتب وقال إن اللي بيحصل في قطاع غزة حاليا هيكون سبب في إصابة العالم بلعنة من الدم واستشهد في كلامه بالجلسة اللي عقدت إمبارح والتحقيق اللي تفتح عشان يتم عزل بايد وقال إن اللي بيحصل لأمريكا أو للعالم كله مش بسبب غزة لوحدها ولكن غزة كانت اللعنة أو المفتاح اللي فتح علينا أبواب الجحيم وإن أكتر حجم خوفاء وحسب ذكره إن سنة 2024 هيكون عام بيتحول فيه العالم كله لحالة من الصعار والنزاعات العسكرية والإقليمية والدليل على كده إن في نفس اللحظة اللي بكلمك فيها دلوقتي في أربع جيوش حوالين العالم أعلنوا التعبئة العامة وحشدوا قوتهم مجازين للحرب وهنا يجي السؤال ليه سنة 2024 والعلم عند الله هو عام النزاعات والصرعات وليه وصف إن حالة الصعار اللي بتحصل دلوقتي في العالم سببها لعنة غزة لكن قبل ما نكمل مع بعض التفاصيل فاسمح لي بس أفكرك إنك لو حابب تدعم الحلقة فشكراً ليك طيب شوف يا سيدي كل اللي بيحصل في العالم دلوقتي فالتقرير وصفها على إنها بالضبط كده زي الخلطة السرية أو السحرية اللي لو تنفذت ممكن من خلالها تقوم الحرب العالمية التالتة أولاً قالك إن مصانع السلاح والتكنولوجيا العسكرية بقالهم فترة عايشين في حالة من حالات الهدوء النسبي وحالة الهدوء دي خلت الأرباح عندهم في أدنى مستوياتها وعشان كده فالأياد الخفية اللي بتمتلك الترسنات العسكرية حوالين العالم كل همهم إن قالت الحرب الدور والأرباح تشتغل الحاجة رقم اتنين إن أغلب دول العالم دلوقتي وخاصة أوروبا أصبحت الأحزاب اليمنية المتطرفة هي المتحكمة فيها وقوة يعني عندك مثلاً الأحزاب اليمنية المتطرفة هي اللي بتتحكم دلوقتي في إيطاليا بولندا فنلندا المجر حتى ألمانيا والنمسا وأسبانيا برضو داخلين الفترة اللي جاية دي على إن اليمين المتطرف هو اللي يحكمه وللي ما يعرفش من حضراتكم يعني إيه حكومة يمين متطرف فتقدر بمنتهى البساطة تبص على تصرفات حكومة بن يمين تانياه نفس التصرفات دي هي هي نفسها تصرفات أي حكومة متطرفة على مستوى العالم أسهل حاجة عندهم هي الدم وقرار الحرب ممكن يتخذ في دقائق ويكفي إن حضرتك تعرف إن السبب الرئيسي في اشتعال الحرب العالمية الأولى والتانية كانت الحكومات اليمنية المتطرفة في أوروبا وبالشكل ده فالصورة أو المشهد دلوقتي قدام حضرتك عبارة عن التالي واحد مصانع عايزة تشغل نفسها وبتوجد أسواق جديدة رقم اتنين حكومات يمنية متطرفة عندها استعداد لاستخدام السلاح والحرب فأي وقت رقم تلاتة صراعات أو نزاعات بتحصل ما بين طرفين نزاع موجودين جوه نفس البلد زي مثلا اللي بيحصل في اليمن في ليبيا في سوريا في السودان واضف على ذلك الانقلابات العسكرية اللي بتحصل في إفريقيا زي مثلا اللي حصل في الناجر في الجابون في بوركينا فاسو رقم 4 حالة الشحن والتوتر الشديد جدا جدا اللي موجود حاليا في المحيط الهادي بخصوص موضوع تايوان رقم 5 واللي يعتبر واحد من أخطرهم وهو الصراع المحتدم الشديد جدا جدا في أمريكا اللاتينية واللي بيحصل ما بين بين زويلا والولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وجويانا رقم 6 الصراع المشتعل والقائم حاليا ما بين أزربيجان وأرمينيا على الإقليم المعروف باسم ناجرنو كارباخ وده طبعا بالإضافة للحرب القائمة حاليا في أوكرانيا وكل اللي قلته لك ده كوم واللي بيحصل في غزة الوحدها كوم تاني السبع نقاط اللي قلتهم لحضرتك دلوقتي هم دول الواصفة السرية أو السحرية حسب ما ذكر واللي ممكن بسببهم لقدر الله تقوم لحرب العالمية الثالثة وخلينا نبدأها مع بعض بالكرسى اللي بتحصل حاليا في أمريكا اللاتينية طبعا حضرتك عارف إن دولة فينزويلا تعتبر صاحبة أكبر احتياط نفط على مستوى العالم واللي بيقدر بـ 303 مليار برميل كويس كويس فمن فترة كده جي الرئيس الفنزويلا طقت في دماغه إنه عاوز يضم إقليم موجود جنبه على الحدود اسمه اسكيبو والإقليم ده يا سيدي موجود على الحدود ما بينه وبابين دولة تانية اسمها جويانا وجويانا دي زي ما حضرتك شايفها كده عبارة عن دولة صغيرة كانت في الأساس إمارة أوروبية حكمها البرتغال والأسبان والفرنسيين والإنجليز المهم إنهم استقلوا وبقى اسمها دولة جويانا الدولة دي يا سيدي أو الإقليم ده حرفيا عايمة على بير بترول كويس كويس مين بقى المتحكم في البترول ده شركة أمريكية اسمها شركة أكسيون بتستخرج البترول أو بتطلعوا من 38 بير موجودين داخل الإقليم أم جاير رئيس الفنزويلي آي للأمريكان كفاية عليكم لحد كده الإقليم بالبترول اللي فيه يلزمني الله يلزمك إزاي عم رد عليهم وقال لهم لأ ما هنتم ما تعرفوش إنه تاريخيا اكتشفنا أن الإقليم ده تبع فنزويلا وعشان الموضوع ياخد الشكل أو الإطار الشرعي راح جاي عامل استفتاء شعبي وطلب من الناس يضلب أصواتهم نضم الإقليم ولا لأ كانت النتيجة إن 95% من الشعب الفنزويلي وافق على ضم الإقليم طيب هل أمريكا تسكت؟ طبعا لا فالأمريكان عشان يبعثوا زي كارتة هديد كده للرئيس الفنزويلي أعلنوا إنهم هيعملوا المناورات عسكرية مشتركة مع دولة جويانا وقالوا إن المناورات العسكرية دي هتكون على الحدود مع فنزويلا المفاجأة بقى اللي حصلت إن أثناء المناورات وهي شغالة جاء الطيارة حربية أمريكية دخلت الحدود الفنزويلية واختركت للداخل طيب يستنوا بقى أن الطيارة ترجع ما رجعتش ساعة اثنين ثلاثة لحد ما اكتشفوا إنه تم إسقطها في نفس الوقت طلع الرئيس الفنزويلي مدوره وأعلن التعبئة العامة وحشد القوات وبعتهم الحدود مع جويانا طبعا دولة صغيرة زي جويانا مستحيل إنها تعرف تصد هجوم زي دولة فنزويلا لأن أصلا تعداد جيشها كلهم على بعضهم خمس تلاف فرد فمين اللي هيقف يدافع عنهم أو بمعنى أصح هيدافع عن وجبة البترول المحترمة اللي في جويانا أمريكا وعشان كده القوات الأمريكية اللي المفترض إنهم كانوا ينفزوا مناورات عسكرية وبعد ما يخلصوها هيرجعوا لسه زي ما هم هناك ما رجعوش وزودوا عليهم كمان بالشكل ده فالنزاع لحد اللحظة دي ما بين طرفين ما بين جويانا واللي في الأساس هيدفع عنها الأمريكان وما بين دولة فنزويلا كويس كويس الاتنين بقى حدودهم بتشترك معاهم دولة تالتة وهي دولة البرازيل قاموا البرازيليين هم كمان حاجدين قوتهم وبعتينها على الحدود أول بقى ما الموضوع وصل للشكل اللي لسه حكيه لك دلوقتي فجأة الصين روسيا إيران أعلنوا دعمهم لفنزويلا والدعم ده انطلاقا من مادة سيب ونسيب زي ما انت بتدعم خصومنا في أوكرانيا وفي تايوان احنا كمان هندعم خصومك في فنزويلا يعني من الآخر كده ارفع ايدك عن دول احنا كمان نرفع ايدنا عن دول واحد من حضراتكم هيرد عليه ويقول لي طيب وإحنا منا يا عمب اللي بيحصل هناك ما يدوروا الطحن في بعض هردى لحضرتك وأقول لك خليك دايما فاكر ان الحرب لما قامت ما بين روسيا وأوكرانيا ناس كتير جدا كانت بتقول نفس الكلام ده لكن فيما بعد كلنا اكتشفنا المؤثرات اللي حصلت علينا كلنا كان شكلها ايه طيب كده نبقى تكلمنا باختصار عن الصراع اللي بيحصل في الجنوب الأمريكي تعالى مع بعض بقى نتنقل على الصراع والمستجدات اللي بتحصل حاليا في تايوان خلال الفترة اللي فاتت في موقع اسمه The Nation نشر تقرير خطير جدا جدا التقرير ده بقى بيقول ايه قالك ان الأجهزة الأمنية الصينية رصدت ان في تدريبات بتقوم بيها الكتيبة التالتة من فوج البحرية الأمريكية الرابعة وان التدريبات دي بتتم على جزيرة اسمها جزيرة أوكيناو اليابانية والجزيرة دي بتبعد 600 كيلو متر عن تايوان حضرتك هترد علي وتقول لي طيبو مالو يا عمي ما يتضربوا فين المشكلة هرد عليك وأقول لك المشكلة ان الجزيرة دي تحديدا بتماثل نفس الطبيعة البيئية والجغرافية لجزيرة تايوان الحاجة التانية ان خلال الفترة اللي فاتت زادت الاستفزازات الأمريكية الصينية وخاصة من خلال المدمرات وحاملات الطائرات الأمريكية اللي بتمر من مضيق تايوان يعني تقدر تقول عليها كده انها رسائل استفزازية أمريكية للصين عايزين يقول لهم احنا موجودين طيب ده اللي تم رصده من الأجهزة الصينية على الجانب الآخر الأجهزة الأمنية الأمريكية رصدت تحركات وتصرفات من الصين بتوحي ان الصين مقدمة على خطوة عسكرية هامة جدا جدا أولا رصدوا ان الصينيين بقالهم فترة بيخططوا لتقليل استراد أي مواد غزائية وخاصة الحبوب وفعلا بينفزوا ده الحاجة التانية رصدوا ان الصينيين بقالهم فترة وتحديدا من شهر إبريل اللي فات بيبنوا عشرات الملاجئ والمخابق في كل المدن المحيطة تايوان الحاجة التالتة لقوا ان البحرية الصينية بقالهم فترة كده بيعملوا تدريبات على عمليات إنزال للبحرية الصينية بالقرب من مدن حوالين تايوان فكل المؤشرات والصور بتقول ان الصينيين بيخططوا للهجوم على تايوان وان الأمريكان رصدين المخطط ده وجهزين لصد الهجوم عن تايوان حضرتك كده عرفت اللي بيحصل في الجنوب الأمريكي وعرفت كمان المستجدات اللي ما بين أمريكا والصين وتايوان تعال بقى عشان أقولك على الصراع اللي بيحصل حاليا ما بين أزربيجان وأرمينيا طيب شوف يا سيدي في نزاع مشتعل حاليا في إقليم اسمه ناجورنو كرباخ والصراع ده قالت عنه الفورين بوليسي إنه ممكن يكون واحد من أخطر الصراعات المسلحة اللي بتحصل على ظهر الكوكب واختصارا كده لحضرتك الإقليم ده بيقع ما بين دولتين دولة اسمها أزربيجان ودولة تانية اسمها أرمينيا وسبق وقامت ما بينهم نزاعات وصراعات عشان نفس الإقليم دامت لأكتر من 30 سنة استمرت الصراعات ما بينهم لحد ما قدرت أزربيجان إنها تضم الإقليم وتسيطر عليه سنة 2020 بعدها رعوا جايين مهجرين كل سكانه كان في الوقت ده عدد سكانه بيبلغ عددهم 120 ألف مواطن من أصل أرمينيا اللي حصل بقى إن خلال الأسابيع اللي فاتت الحكومة في أزربيجان كرروا إنهم يضموا مساحات تانية من أرمينيا ولكن المرة دي مش مجرد جزيرة أو مجرد إقليم ده داخل أرمينيا نفسها وبالفعل أول ما بدأت الحرب في غزة بتوع أزربيجان استغلوا الوضع ورحوا جايين حاجدين القوات وبعتنها على الحدود بتوع أرمينيا طبعا ما سكتوش رحوا جايين هما كمان حاجدين قواتهم وعلى الحدود وحسب تقرير الفولين بوليسي قالوا إن الموضوع كله مش هياخد غلوة في إيد أزربيجان يعني هي مجرد ساعات ويقدروا إنهم يسيطروا على جنوب أرمينيا بالكامل المهم يا سيدي إن أزربيجان أول ما أخدوا الخطوة دي على طول طلعت روسيا وأعلنت دعمها الكامل ليهم وده طبعا لأنهم حلفاء وفي نفس الوقت من فترة كده كانت ظهر التقارير مصربة بتقول إن الروس زرعوا هناك أسلحة نووية طبعا الأمريكان والخرب ما سكتوش أول ما الروس أعلنوا دعمهم لأزربيجان طلعوا هما كمان وأعلنوا دعمهم لأرمينيا وحاليا الصراع والوضع هناك حرفيا متوقف على أول رصاصة لحد هنا وأتمنى أكون قدرت أن أوفر حضرتك المعلومة بشكل كامل وأعرفك دائرة الصراعات اللي بتحصل حوالين العالم شكلها إيه وفي النهاية السؤال لحضرتك هل فعلا زي ما قال السياسة الأمريكي إن كل اللي بيحصل في العالم سبب لعنة الدم اللي حصلت في غزة والسؤال التاني هل فعلا لو تم عزل بايدن حسب التحقيق اللي بيتم دلوقتي هل الصراعات دي كلها تهدأ ولا هتستمر الأمور على ما هي عليه دعوتنا لكل الإخوة والأهل في فلسطين وغزة إن ربنا يعينهم ويقويهم ويصبرهم ودعوتنا لله سبحانه وتعالى إن ما يحصلش أي نزاعات أو أي صراعات تاني اشتركوا في القناة